تنسئية شباب الأحزاب والسياسيين عملوا حملة جميلة اسمها سوا هنعدي طيب ايه سوا هنعدي قالوا يا جماعة احنا بنعمل حملة توعوية للمواطن نفهموا فيها ملامح الأزمة الاقتصادية العالمية ادي واحد طيب كمان الإجراءات اللي خادتها واللي بتاخدها الدولة علشان نقدر نقف قدام الأزمة دي التنسئية أضافت القاتي قالوا يا جماعة الحملة دي بتشتغل على أكتر من محور منها مثلا المحور الاجتماعي المحور الاقتصادي المحور التشريعي ووضحوا أن الحملة بتستهدف تغيير نمط السلوك الاستهلاكي للمواطن لتقليل الإنفاق توفير السيولة المالية للأولويات الأخرى أنا هشرح لكم بوضو حتة كده يعني في مسألة النمط الاستهلاكي دي بس لما أكمل لكم القصة طيب جم التنسئية وقالوا يا جماعة إحنا في حملتنا سوا هنعدي إحنا هنعمل عدد من اللقاءات مع الاقتصاديين والخبرة الكبار وجلسات استماع إلى رواد الأعمال في مجالة الصناعة والزراعة والتصدير علشان نحاول نلاقي حلول للتحديات اللي بتواجه القطاعات دي علشان نقدر نحقق أكبر قدر من الاكتفاء الزاتي وتقليل الواردات وقالوا يا جماعة إحنا عموما كمان النواب بتوعنا فيه في البرلمان بنشتغل على إن إحنا بنتابع مسألة ضبط الأسواق واتساق الزيادة السعرية مع القيمة الحقيقية للتضخم وعدم ترك الأمر للمبلغات بتاعت التجار كمان إحنا عارفين للأسف في بعض التجار لازم يعمل إيه استطفل مال عكر آه لازمة إعلى بالسعر ودي من أحلى الحاجات بالصراحة لازم أعطان نهاردة إنه هتتعمل حملات للمتابعة يعني يا تاجر يا تاجر قول من دلوقت يا ساتر أولا عشان إنت هيتطبع عليك مهم وبيستهدفوا إنه يبقى فيه تشريعات هادفة فعالة واقعية بتحقق أهداف الحملة اجتماعية زي قانون إهدار الطعام حلو ده على المستوى الاقتصادي الحملة قالت إنه هم بصدت تقديم مجموعة من الاقتراحات بالتشريعات هتعمل عملية تحسين لأوضاع المستثمر فيصبع وضعه أفضل أفضل من حسئ قدرته على العمل والإنتاج الحملة كمان اللي بتعملها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيدرسوا القاتية بيدرسوا مسألة إنشاء صندوق لتوسيع نطاق الحماية المجتمعية ناخد بالنا من الناس يعني ده هيبقى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر أنا أقول لك وهاقول لك يعني إيه مسألة السلوك الاستهلاكي بتاعنا الحملة اللي من النوع ده مش هدفها على الإطلاق تقول لك ما تكلش وما تشربش وما تشتريش وما تخرجش وما تتفسحش وما تجيبش لبس جديد للعيال إطلاقا اللي استهدافات بتبقى إيه؟ بتبقى هو أنت فعلا بتستهلك كل اللي بتشتريه فليكن على مستوى الطعام مثلا أو السلع الغذائية أنت فعلا بتستهلك الكمية دي ولا بتشتري كمية جزء منها بيتطبخ لغرض الأكل بطبيعة الحال وبعدين بنرمي شوية أو نرمي دي مش عايزين طيب جزء منها بيتخزن في البيت زي الرزو والمكارونة والمكارونة جزء منه بالفعل بنستهلكه وجزء بيسوس في دولاب الخزين هو اللي بيسوس في دولاب الخزين ده مش عايزين منه أشتري لبس وبعد شوية ألاقي نفسي ما لبستوش وصغر عليا أو مثلا في حالة الطرف والرفاهي ما بقاش موضة ما تجيبوش دي كل ما أنا هتبرع بيقولك هو من البداية ما تشتريهوش طيب ليه؟ بمنتهى البساطة عشان خاطر طول ما انت بتعمل كده التاجر الجاشع بيشوف ايه؟ ان الطلب عالي مش قوس شهر الكلمة بتتقالي لك ايه؟ ما الناس معاها فلوس ده احنا مبطلناش بيع ارفع السعر يا ولا 5% وانت رفع لي 10% وانت رفع لي 15% اقولك حاجة سعر القوطة العشرة على عشرة ما يكملش 6 جنيه 6 جنيه ونص للحظة دي لسه في شوية جاشعين بيبيعوا بـ 13 و بـ 14 وممكن اقولك هم فين؟ وفي انهي حي واسامي المحلات ولا التجار كمان؟ والله اقدر اقولك كده